مئة واثنان وستون شهيدا وأكثر من الف ومئتي جريح حصيلة العدوان الاسرائيلي خلال الثمانية أيام الماضية هذا ما قالته وزارة الصحة الفلسطينية في الحكومة المقالة كما أكدت أن من بين الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي اثنين واربعين طفلا وأحدى عشرة سيدة وثمانية عشر مسنا وأوضحت أن المصابين بلغ عددهم الفا ومائتين واثنين وعشرين من بينهم أربعمائة وواحد وثلاثون طفلا ومائتا وسبع سيدات وثمانية وثمانون مسنا فيما أعلن الجيش الاسرائيلي مقتلى خمسة اسرائيليين وإصابة مائتين واربعين آخرين جراء قصف الفصائل الفلسطينية مؤكدة اطلاق المقاومة الفا وخمسمائة وستة صواريخ من بينها ثمانمائة وخمسة وسبعون صاروخا قالت إنها سقطت في مناطق مفتوحة واربعمائة وواحد وعشرون صاروخا تم اعتراضها من خلال نظام القبة الحديدية فيما شنت طائرات الاحتلال الفا وخمسمائة غارة على القطاع